قاليني اروح مع حضرتك الى ما جرى في قلب القاهرة الناس اتجمعت وراحت بدري بدري قالك لان السعودية طلبة منهم يعملوا تحليل في المعامل المركزية اللي موجودة في القاهرة اظن في اسكندرية اظن فين كمان في عندنا في اه قاهرة والاسكندرية والشرقية في القاهرة في شارع رحام معامل مركزية دي اللي بتعمل التحليل بتاع الايه وفيها برضو كان بتعمل التحليل بتاع فيروس سي اللي هو بتاع الايه الكبد الحقيقة منظر الناس صعب سعودية قالت لهم تعمل التحليل وتجيب التذكرة وتيجي في نفس اليوم لان مدة التحليل اربعة وعشرين ساعة ايه العقل الزر ده اللعبة اكبر من كده اتجمع الناس بالمنظر اللي انت شايفه ده في المكان الدايق ده شارع رحان على ما اظن انا حضرت في مسرحية اشاهد انا اشافش حاجة في مسرح اظن الفنانين المتحدين كان جنب الجامعة الامريكية انا فاكر يعني شارع رحان هو الشارع الديق ده انا فاكر لو هو ده صح لو هو في شارع رحان المعامل صح اه حضرت مسرحية في 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 سمان كان اخر عرض لها كان سنة واحدة تمانين ده والله اه في الشارع ده الشارع دايق الناس اتجمعت عشان تروح تدفع الف جنيه وبعدين تطلع ايين تدور على تذكرة في نفس اليوم والتذكرة اللي في نفس اليوم ده بتبعت ايه اربع اضعافها وبعدين يروح ييجي يطلع على المطار يتقال له ايه السعودية قفل المجال الجو بتاعها ومنع الرحلات من مصر ومن الكويت ومن الامارات ومن ايران ومن البحرين ومن السؤالة بلد المفروض انه عندها فلوس مصر عندها فلوس ما تقولش ما عندها وعندها زعيم كبير اسم السيسي راجل بيقول لك انا بغبها المصري وعندها اول 12 مليون مصري في الخارج اللي بالك 12 مليون مصري في الخارج بيدخلوا 26 مليون 26 مليار دولار سنويا لمصر يعني قدي دخل لقناة السويس خمس مرات وشوية معايا يا استاذ انا لو عندي بيزنس بيدخل المبالغ دي كلها ادينه عنايا ولا ما ادينيش عنايا يعني عندي مشروع يا استاذ معايا عندي مشروع بيدخل لكل سنة 26 مليار المفروض اعملوا معايا ايه طيب مشروع قناة السويس لو حصلت فيه حادثة لو حصل فيه ضعف في الامكانات بيعملوا في ايه بيهايجوا الدنيا ليه لانه مشروع بيدخل خمسة مليار مشروع المصريين العاملين في الخارج لا يحظى من الدولة الا بالاهانة وقلت الادب لان انت لما يكون عندك ازمة ازمة داخل هيسبب في عجز ستة وعشرين مليار انت تستنفر الدولة بقدها وقديريا صح ولا ده الطبيعة اقل بالا انا لا ازايد على احد يعني انت مثلا لما يكون مثلا احمد نوسى يتعب كاحمد نوسى ده اسد كبير اوى عند السيسي بيوديه على المستشفى العسكرة على طول صح بنقاله الطيارة لانو حاجة مهمة عنده لو عامر قديب مش هيوديه لانو عامر قديب قاسة عند السعودية مش عندين مش عند السيسي فبتا عندك ناس بيتدخلك ستة وعشرين مليار كل سلم المفروض ستة وعشرين مليار دول انا اشتعل عندهم خدام اجري تحت رجليهم صح اشكل قوة دبلوماسية هائلة تروح تقعد مع الدول اللي هي بتستقبل العمالة دي وشكل هذا الفريق من اعتى الديبلوماسيين واعتى الخبراء في مجال الطب واروح اخد بعضي زي ما بعدت الستة هالة الى الصين ابعت الستة هالة والستة مش عارف مين الى السعودية والكويت او قاعد معا انا بقول لك على الحل حمزة زوبحة تعالوا يا جماعة الخير ايه المشكلة بقول لك والله يا اخوي اه انت عندكم فيروس سيه طيب الناس اللي عندنا دول كام واحد موجودين في اجهزات مليون الناس دي انتم ترطوهم ولا هم اللي كانوا في اجهزة كانوا في اجهزة جوم عندنا انت عوض دخلهم عندك ليه تديولو اربعة وعشرين ساعة مين اللي قال اشك اللاجنة طبية تقول ان اجراء فحص فيروس الكورونا فيروس كوفيد تسعتاشر صلاحيته لمدة اسبوع فانا هم اعمل ايه اخفف عليها الحم واخفف على الناس الحمي الراجل اللي واقف ده وبينط ده وبيعمل ده بيدفع الف جنيه للدولة مع ان المفروض ان الاختبارات دي على حساب الدولة لان المواطن اللي في الخارج بيدفع للدولة فلوس في كل ما بيروحوا يجي اي حد في الخارج بيدفع للدولة فلوس يجي جدد الجواز بيدفع فلوس شاهدت الميلاد بفلوس شاهدت الوفاة بفلوس داخل بيدخل العربية بيدفع فلوس بيبعت شوية عفش من بلد اللي هو فيها بيدفع فلوس صح علاوة على انه بيجيب فلوس يبني فيها في البلد فده من نسبها لستة عشرين مليار ده ده صار وقومية ابوس ايد الشعب ده وش هو ده صح ولا لا انت عندك كام ستة عشرين مليار بيجو لك كام حتى في العالم اكبر استثمارات عربية عندك كام سعودية ستة مليار مثلا امارات حداشر مليار عندك ناس بيدخل لك كل سنة يا ايها الغبي العمير عندك ستة وعشرين مليار بتجي لك من حوالي احداشر مليون مصري في الخارج ده انت تعمل لهم على جوز ده انت تعمل ظهرك ركوبة صح ولا لا انا بتكلم بقيتها الامانة معنا وده حصل ايام الرئيس مورس عليه رحمة الله دلوقتي الجزم في بقهم ستة وعشرين مليار يا كفرة واربعة من عشرة في نهاية الفين سعوداشر قد داخل القناة سويت خمس مرات وشوية واحد اتنين ستة وعشرين مليار دول اكبر من ميزانية مثلا الصحة والتعليم لما تضربهم بالدولار طيب انت عملت لهم ايه لا شيء على الاطلاق لا شيء سبت المواطن يقف وسط القاهرة يجي من هنا ومن هنا يقف في الطبور بالسعاد عشان يدفع الف جنيه وبعدين ياخد التحليل ويجري على المطار في المطار يقول له ايه هبيبي اخوي والله ايه يعني احنا اغلقنا المطار طب خدتوا ان الناس فلوس ليه طب دي واحد في كل العالم اللي ميكون عندك امريكا مثلا الناس اللي على البغخرة اللي حصل لهم الفيروس نزلوا لهم كواشف المرض والفاكسينات بتاعت المرض ليه لانه لو دخلوا البلد هيتعبوا وهيعملوا عدوى انه فيه اهتمام بالمواطن فيه خناقة كبيرة في امريكا دلوقتي ما بين السياسة وبين الاطباء حوالين الفيروس ادي واحد اتنين تعليق على المشهد للشعب ده كده احنا هنفضل لهازي الدرجة كده طوابير 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 يعني احنا راضيين على نفسينا كده يقول لك انت ام حمزة متعرفش يعني اعود في مصر اعمل ايه هموت من الفيروس وهموت من الغيز وهموت من واجع القلب خلينا روح السعودية اعلم يا له والله اكشف على ناس ولا بتاع واديني قاعد مسطور هناك ولا في الكويت ولا في اي بلد انت ام حمزة بتهيج الدنيا علينا احنا اعوزين نخرج اعمها من البلد دي بس كمان لما انت قوي وبتحول فلوس وتدعم هذه الحكومة وهي ما تعبركش لازم انت تدوس على رقابتها بالجزمة عشان تعرف ان انت لما بترجع مصر ما بتساعدكش السيسي ما بيساعدكش يبقى خليك برا مصر ما تحولش فلوسك لما قلتك هذا الكلام سنة خمستاشر قلتك هذا الكلام وهنا يعنيه لانا حالك عمل تحول في البلد عشان الجناريات ياخدوا الفلوس دي ويعملوا بقى مشاريع فنادق وغيروا عشان تعرف الكلام اللي انا نقولك النقطة الثالثة في الملاحظات انو الشعب ده ما سرخش الناس دي ما سرخدش مهتفيتش لانو عاوز يخلع يقولك يا عمي اروح انا امشي امشي انا 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 مخلوق قال لي ام المصر ام الدنيا ايه واطرابها هو ايه ومش اعارف ان حبها ايه عاوز تمشي ليه حماده اعمة بس بين وبينك احنا كده بنحب مصر كده من ما بصراحها يعني ام مصر على ابو اللي فيها. دي الرسالة اللي تتقال. اه لا. طب الناس دي اللي وقفة كمان وخايفة يكون عندها فيروس كورونا. قاعدة بتوصوا بعضها. قول اعلى يا ابحام. ما دي واخدوا بالحضن. بالاحضان. يعني عندنا فيروس اللي ما عندناش. طب عندنا فيروس نعمل كده. يعني الناس دي ما تعلمتش حاجة. لا ما تعلمتش. طب ممكن نعلمح حاجة اه. احنا لازم لازم نعرف دور الدولة هنا. الدولة هنا لاجب تنزل بحملة توعية كبيرة. الدولة مشغولة. بالرد ايه. اه متكملين هي اللي بتنشر الفيروس. الجزيرة اللي بتنشر الفيروس. تركيا اللي بتنشر الفيروس. مسايبين الناس تموت. يعني واحد زي منظر انت شايفه ده. ده دي حالة ادمية. حالها دي تعبر عن مصر. اه تعبر عن مصر وابو مصر كمان. طول عمرنا كده. طول عمرنا كده. هم قالوا عن ايه بامتى? لما نبقى احرار. لما بقى ليك كلمة. لما تبقى بلد اللي انت فيها في المهجر في امريكا في ايطاليا في فرنسا في سعودية في اي بلد. ليك كلمة. ما تحولش ولا مليم للحكومة دي. تحولش ولا تعريفة. لان هذه الحكومة عاوزاك حي او ميت بقرة حلوب. ستة وعشرين مليار ده رقم كبير جدا. كبير جدا مفيش استثمارات في البلد بهذا الرقم. وبعد انت سنويا انت بتدخل الرقم ده. دخلوا ليه? ليه يعني? ليه? ليه? صالح ايه? خد اهلك وامشي. خلاص. البلد دي مفيش فيها عيشة. مفيش في عيشة اهو. اتقلت امتك? تلات معامل بس. وبعدين في الاخر السعودية قالت لك ايه? من ادخول المصريين والكويتيين والبقى. يعني لو انت حتى جاي. رايق عن طريق كويت هيمنعوك. رايق عن طريق البحرين هيمنعوك. الامارات هيمنعوك. اهلا. تعلق سفر ده من و الى تسع دول. الكويت والامارات ومصر والبحرين وايه? ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وايطاليا والعرق. خلي بالك من الكلام. خلي بالك شوف الدول دي النقصة ايه? في دول ما تحطاتش. لانها دول امنة. ما فيهاش الفيروس. هو مع ذلك. الدرس المستفاد يا جماعة. اللي خلاك تخرج بهذه الطريقة. خليك تنتبه انت اللي قاعت في مصر. المدارس هتتعطر. طبيعي. الدني هتقف. الحال واقف اصلا فوق ما هو واقف. لماذا لا نجرب مرة واحدة. الاسيان المدينة. ما تروحش الشغل. ليه تروح الشغل. وتشغل دولاب العسكر. وانت عارف انك هتموت من الفيروس. داني مرة واحدة. امنوك شغل فيه الشغل. انا كهان ده قلتم برع في البس المباشر. والنهاردة طلقيت سامي كمال. الصحفي كاتب اه تغريدة. او عامل بوست. وبعت لي حتى هو البوست. قلت له هيو توارد افكار ولا توارد اقوال يعني. لازم نعمل كده. فكروا. مفيش حد يرعي شغل. ريحوا في البيت بقى. ريحوا. لان السيسي لا يعيركم اهتماما. لن يعيرك اولاد السيسي واولاد خلته واولاد الجنرات. جابوا الفاكسين يا معل. والفاكسين عندهم. خلاص. انت لأ. ولا حتى الناس اللي بيجيب فلوس من بره ايوة انت بكوش لازمة. حاجتين مطلوب اتخاذهم الان وفورا. العسيان المدني وعدم تحويل فلوسك لمصر وما تنزلش. اللي قاعد بره يتانه قاعد. خلاص بقى. افهم. الداخلية بتاعت الانقلاب. بدل ما تفرج عنه. المعتقلين الستين الف. منعت الزيارة. عشر تيام. ما هي ممنوعة بقى لها اه ايام. النهار ده المحكمة حكمت امبالح على الناس اللي هم بتوقع قتل النائب العام. وافرجت عن الناس. من بين الناس اللي كانوا محكمين. واحد اطرش وابكم. عارف كده ولا? وقاعد على كرسي. واول مرة يقف في المحكمة. فبيقول لهم جابوا المترجم ايه عم انتبهنة ليه? قال ما فيش. فالمحكمة عرفت بتسأل النيابة كان بتسأل النيابة في جلسة سابقة. هو الراجل ده تهمته ايه? فالنيابة مسكت الورق. قال لا ده ما عندوش تهمة. هنعمل له تهمة ونجيبها لك محكمة. والله ده حصل. فالراجل من ست سنين قعيد لا يسمع لا يتكلم محبوس بدون تهمة. فقاموا قال لك ايه? تهمة تتظاهر يلا. طب ده يعني هيتفو ليه هابا 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 مسلا. ايه يا جدعان في ايه? ايه الخبل ده? بلد ما عنده نفسه. بتمنع الزيارة عن الناس اللي في السجون. طولهم موتوا جوا السجون مش هيموتوا. دول ربنا بيكرمهم على فكرة. يمكن يكون هما في مأمن. يمكن يكون هما في مأمن. لكن اران قالت لك اخرجوا عن الناس. احنا مش فالت ما سينا. على الاقل فيها نعمل الاحترام. تلات حاجات. لا تحول فلوسك من بره لانه ولا ترجع من بره دلوقتي. خليك قاد اعمل الاختبارات في البلد اللي انت فيها. واصرف عليها ما فيش مشكلة. احترم المكان اللي انت بتشتغل فيه. كويس. اللي في الداخل ما تروحش الشغل. تلاتة. لازم كلنا نعرف انه لابد من الافراج عن مين? عن اسرانة فين? في السجن. ده بالنسبة للعسيان المدني. هو فرصة ولا لا? اه فرصة. وفرصة امه جدا. وخلي بقى لك احد الزابط حضرتك احد الزابط احد اللي هو اللي في السجن. الفيروس ما بيعديش يديك سلام. لو جيه في السجن هيجي ليك ولابوك وامك ولي جابوك. وانت بتاع المخابرات كلكو هيجي لكم الفيروس. قابسه ما بيه ما هو عد على محمد بن زايد. وكان قريب او من ترامب ومن آآ نائبه. ومش عارت مين مين في كندا ومين في بريطانيا. يعني ربنا يوفقكم كلكم. ادهي لهم كده ان شاء الله. تبا تدعيش لي ايه ده ايه كده ربنا. اللهم ارزوكم بالفيروس القاتل. يجي لهم لوحدهم. ينقيهم كده واحد واحد. ويخلص البشرية.